يشهد الوضع الوبائي بالمؤسسات التربوية تطوراً في ظل تسجيل ارتفاع رهيب في عدد الإصابات المؤكدة وسط التلاميذ مقابل عزوف الأسرة التربوية عن التلقيح ضد كورونا في ولاية جيجل مثلاً تم تشكيل لجان تسهر على مراقبة الوضعية الوبائية داخل الوسط التربوية ثلاثة إصابات أو إصابتين سواء في الأساتذاء أو في الإداريين أو عند التلاميذ بالتنصيق التام مع مصالح الصحة على مستوى الولاية يقومون بالتحقيق الوبائي وقع أننا قمنا بالتحقيق الوبائي في مؤسسين أو في ثلاثة وجدنا أن الإصابات هذه قد جلبت من خارج المؤسسات من البيوت أو من الأسر بولاية سكيكدا تزايد حالات الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الفصل الثاني وسط التلاميذ والأساتذة وكذا الإداريين مقابل عزوف أسرة القطاع على عملية التلقية بالنسبة لعدد الإصابات لدينا في الأساتذة بالنسبة للابتدائي خمس أساتذة المتوسط سبع أساتذة والثانوي خمس أساتذة بمجموع 17 أستاذ في قطاع التربية ككل لدينا وفاة واحدة أستاذة في التعليم الثانوي في الجهة الغربية من الولاية بمجموع 13 من إداري التلاميذ لدينا إصابة واحدة مؤكدة في التعليم الابتدائي وأربع إصابات في المتوسط وثماني أو عفوا ست إصابات في التعليم الثانوي بمجموع 11 إصابة في المقابل وبي مدينة الهضاب العليا الوضعية الوبائية بمختلف مؤسساتها متحكم فيها لحد الساعة ولا يوجد أي غلق لأي مؤسسات تربوية رغم تسجيل بعض الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس لم يتم غلق أي مؤسسة تربوية سواء على المستوى الثانوي والمتوسط والإبتدائي أما الإحصائية حول المرض هذا وإحصائية تختلف مليون إلى أخر لحد الآن لدينا قسم فقط قسم في ثانوية ملك بن نبي العين المناث تم غلقه في اكتشاف الساعة المؤكدة تم غلقه ورح يستنفض دراسة أو بعدها لدينا أسمانه التلقيح بات ضرورة حتمية لكبح الوباء في ذل انتشار رهيب للفيروس داخل الحرم المدرسي وخارجه خاصة في الفضاءات العمومية وجب الالتزام أكثر بالإجراءات الصحية وتوخي الحيط والحذر في انتظار ما سيتم اتخاذه من إجراءات من طرف المصالح المختصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر